لكن نتمنى اليوم أن يحقق السود رافضين قفزة نوعية من أجل الوصول إلى الوصفة في هذه المجموعة لأن في حال الفوز على الفريق الإماراتي راح نقفز من المركز الأخير الرابع إلى المركز الثاني بفارق نقطة عن الفريق الأوزباكي متصدر هذه المجموعة بخمس لقاط كرة ملعبة في المنتصر فيصل جاسم إلى سيف سلمان سيف مهارة فردية ينقل الكرة الأمامية أمجدكلف سرعى انطلاق العراقية بانتظار الأرضية خطر هذه غال 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 worked مؤند عبد الرحيم مؤند عبد الرحيم يسجل أول الهداف العراقية لا يكل ولا يمل وفي الشفاك الإمارات يسجل أول الهداف والقوار العراقية لمسة عراقية شوفوا الإعادة انطلاقة بسرعة الفورملاوان فعلى أمجة كلف نقلها ثم المتابعة الجميلة وبعد ذلك تابعت سدت ومن ثم سجلت وأدفت ماذا فعلت يا مهند عبد الرحيم البديل المؤثر والفعال يدخل منذ البداية يسجل أول اللمسات العراقية في الشفاك الإماراتية حل يا شباب قول كل شي حلو هو يحل معه الأفراح العراقية هناك في مدينة العين الإماراتية شغل جميل عراقي منذ البداية سيف سلمان تحركت في الوسط وسط الميدان ثم ينقل الكرة إلى أمجة كلف كل شي فعل أمجة مقطوعة في المنتصف والله يا شباب أمجة تلف لمسة من جهة اليسار كرة بينية ثرو جميل انطلاق محاولة أمجة راضي وينقل الكرة الأمامية أي من المتابة قول 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 العراق العراقي دوم راقي ثاني الهداب في الولنبية نبي الصباح يهز الشفاك الإماراتية ثنائية عراقية ثرو جميل محاولة وانطلاقة كرة عرضية متابعة جومية ثم اللمسة تهدي فيها قول العراقي ثاني قول كلش حلو وهوايا حلو ماذا فعلت انك أبدعت تفننت سجلت هدفت وبعد ذلك جلبت الأفراح واحتفلت وابتهجت كثيرا نبي الصباح هذا هو العراقي قدو قدود يا السود يا السود فرحة عراقية هناك في مدينة العين الإماراتية يا راضي لا تختاف ولدك فرحون بالملعب نشفون دمعات العيون وبالتالي فرحة عراقية في مدينة العين الإماراتية تأتي أحلى المسيجات والكل يهتف والكل يكتب إن كان الشاعر العزيز مثال قاسم أو بقية الزملاء والكل الكل يهتف باسم العراق وأيضا بصمات جميلة من قبل المنتخب الأولمب العراقي في هذه اللوحة جميلة هدفين للعراق مقابل الأشياء للفريق الإماراتي شوفوا اللمسات شوفوا المحاولات والفواصل الهجومية في الشوط الثاني شوط عراقي من خلال الهجمات العكسية صحيح كنا في حالة دفاع لكن هذه هي قرة القدم الشاطر من يستغل أخطاء الفريق المناقس وبالتالي فرصة عراقية بجملة تكتية جميلة من خلال هذا الأسمراني الكيتاو يمجي كلف على الصح وقدم الكثير شو ماخر شو ماخر عراقي لكنه أتى من قرلين إلى مدينة العين ويقول أنا عراقي عراقي وبالتأكيد هو ليس فقط لعب كرة القدم وإنما أيضا ساق فورميلوان من خلال الانطلاقات وبعد ذلك التقطية الجميلة ومن ثم المتابعة للجومية نبيل صباح يوسر جلد الجميل فنائية عراقية تمزق الشباك الإماراتية بأحلى اللمسات والفواصل في الشوط الثاني من هجواء هذه المباراة شكرا